يعني كانت مشاعر جميلة جدا من الجالية المصرية في الجزائر وطبعا بنحي دولة الجزائر على هذا الاستقبال الرائع ومسؤولي ناصر حسين ضاي ناس محترمة ناس شيك ناس جمهور كان رائع جدا كانت مشاعر دافئة من الأشقاء الجزائريين لبعثت نادي الزمالك في الجزائر لهم كل الشكر كابتن اسماعيل يوسف واحد من أبرز من أنجبتهم الكرة المصرية طبعا وراجل لعب كأس عالم واحد من نجوم الكرة المصرية ونجم تاريخي في نادي الزمالك بعدد من البطولات الإفريقية يمكن حق عدد قياسي من البطولات الإفريقية وقت ما كان لعبا في نادي الزمالك وهو الآن طبعا عوض مجلس دارة وقام بأعمال أمين الصندوق وطبعا كابتن اسماعيل يعني في الكواليس احنا نعرف بيعمل ايه لنادي الزمالك والفريق الكرة وإزاي طبعا وقفة أسود مع الأستاذ أمير مرتضى منصوره وخبرات السنين كيف ينقل خبراته للعبين والقطاع كله قطاع الكرة في نادي الزمالك ومشاكل وحاجات ممكن ما تظهر لكمش في الصورة ولكن بأمانة لازم أحيل كابتن إسماعيل يوسف على ما يقدمه لنادي الزمالك ولفريق الكرة وقطاع الكرة طبعا في نادي الزمالك وكيف يساند وبقوة ويدعن بقوة كل طبعا ما يفعله قطاع الكرة بصفة عامة وطبعا بيعمله أمير مرتضى منصور بصفة عامة عايز أقول إن كابتن إسماعيل يوسف طلع بتصريحات قال إن التأهل للدرر الثمانية طبيعي ونادي الزمالك صعد وإن هو نادي الزمالك شاف إن هدفه لقب الكنفدرالية وجه شكره لمجلس الإدارة والمستشار المرتضى منصور على كل الدعم اللي عمله للفريق وقال إن جمهور نادي الزمالك يستحق الكثير والكثير لأنه جمهور وفي جدا ووصفوا إن هو أعظم جمهور رآه في حياته بيساند فريق في العالم كله